وحول آخر المستجدات ينضم إلينا من رميش مصطفى عبد الفتاح مرسل القاهرة الإخبارية مصطفى ما آخر التطورات لديك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يعني بالفعل الغارات الإسرائيلية ما زالت تموجودة وتنفذ هنا في كل الأخضية بيئة الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة جميع البلدات والقرى شهدت على مدار الساعات الماضية عديد من الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية هنا في القطاع الأوسط كانت هناك غارات في صباح هذا اليوم على عيد الشعب ومرون الرأس بالإضافة إلى ما شهده القطاع الشرقي من غارات عنيفة على بلدة الخيام وقضاء مرجعيون كل هذه البلدات والأخضية تعرضت لهذه الغارات نتحدث وفي هذه الأسناء هناك تحليق مكثفة لإحدى المسيرات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ربما هي تحاول أن تستكشف وترصد في الجنوب اللبناني في هذه المنطقة وربما عدسات الكاميرا سترصد لنا هذه الطائرة إذا ما استطعنا ولكن صوتها أصبح قريبا من هذه المنطقة وعلى مدار فترات متقطعة بالفعل الصوت ربما يكون عالي في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان الأخرى تبتعد هذه المسيرات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مشهد يعني يضيف ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات استكشافية وعمليات مسح لكل هذه المنطقة بلدات وقرى الجنوب اللبناني خاصة بلدات وقرى الصف الأول والثاني المتخمة للحدود مع الأراضي المحتلة يعني إذا ما كانت الصورة قد ترصد هذه الطائرة فهي اقتربت كثيرا خلال الساعة الماضية من هذه المنطقة تحديدا ومن أطراف بنت جبيل ونحن في قضاء بنت جبيل في بلدة ترميش هذه المنطقة شهدت هذه الطائرات مجددا في أثناء ربما خلال ساعة من الآن كان هناك تحليق مكثف من هذه المسيرات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وغالبا ما تقوم هذه الطائرات المسيرة بعمليات استطلاع وعمليات رصد واستكشاف لكل هذه المنطقة وهو ما يدلل على توسيع الغارات ربما خلال الساعات القليلة القادمة ربما ستكون هناك غارات إذا ما كانت أعنف أو غارات موسعة على بلدات وقرى أخرى في الجنوب هل هذه المسيرات أو هذا الكشف تحديدا مصطفى زاد بعد كلمة نعيم قاسم وخصوصا بعد التصعيد في ليلة أمس على اليمن وفي وسط بيروت هل الوثيرة زادت منذ هذه الإحداثيات؟ يعني بكل تأكيد هي في زيادة خلال الساعتين الماضياتين وإذا ما ربطنا هذه الطلاعات الاستكشافية التي تقوم بها المسيرات الإسرائيلية عقب كلمة نائب الأمينة العامة لحزب الله نعيم قاسم ربما هذه إشارات ودللات على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تحديد ورصد كل الأهداف التابعة لحزب الله من تمركزات عسكرية وكذلك الأمينة التي تدعي سلطة تحت لرد إسرائيل أنها تهجمها واضحة على شاشة القاهرة كما أنت تتحدث بالفعل كانت واضحة منذ بضع لحظات بشكل وصورة وصوت واضحة على شاشة القاهرة وفضة أصبحت الآن على ارتفاعات أبعد ربما هي في أماكن أخرى وتتجه لرصد عدة أماكن أخرى نعود للحديث عن هذه الطلاعات وهذه المسيرات الإسرائيلية التي تقوم باستكشاف كافة المنطقة هنا في بلدات وقرى الصف الأول من المنطقة الحدودية وكما تدعي دائما سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أنها تستهدف الأماكن التي بها عناصر لحزب الله وكذلك الأماكن التي بها أسلحة مخزنة تابعة للحزب وكما أيضا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن جاش الاحتلال استطاع أن يقضي على غالبية الأماكن التي من خلالها يتم قصف المنشآت العسكرية والثكانات الاستغباراتية في الأراضي المحتلة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي كل هذه الأمور ربما لعمليات أخرى موسعة وهو ما يقوله دائما جاش الاحتلال من أنه سيواصل عمليات أي عمليات موسعة؟ هل توجد أي مؤشرات حول توغل بري؟ هل هناك حشد لجيش الاحتلال على الحدود؟ يعني العمليات الموسعة هي عمليات من خلال الغارات الكثيفة وتعدد هذه الغارات من مكان إلى آخر البداية كانت في مواجهات من الجنوب اللبناني انتقلت هذه المواجهات إلى البقاع الشرقي ثم الغربي ثم المناطق الشمالية الفاصلة مع الحدود السورية وبعد ذلك كانت هناك أو وسط ذلك كانت هناك الغارات الكثيفة وموجة الغارات غير المسبوقة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما لأول مرة منذ العام 2006 على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت ربما ستكون الغارات أعنف وتكون على أماكن لم يتم قصفها من قبل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإذا ما تحدثنا عن دلالات أو إشارات تطعطي باحتمالية الاقتحام البري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فنحن نتحدث عن المعطيات الموجودة أولا في الداخل الإسرائيلي الذي بدأ يعلن عن أنه يحشد قواتها العسكرية في شمال الأراضي المحتلة ويتأهب لعملية برية وإن كانت هذه الأحاديث كلها يعني هناك عمليات أو هناك اختلافات في الأراء في الداخل الإسرائيلي ما بين السياسيين وما بين العسكريين وسط ما يطالب العسكريون باقتحامات برية لمحاولة القضاء على كل أماكن تمركزية حزب الله في الجنوب اللبناني يرى السياسيون في الداخل الإسرائيلي بأن هذه العملية ربما تكلف إسرائيل خطوات غير محسوبة وأيضا ما حققته الضربات العسكرية عبر الطائرة والصواريخ هذه المصيرات كما كنت تتحدث عنها وقبل أن أختم معك أريد منك ونحن نتابع هذه الصورة سرد سريع لما هي هذه المصيرات أيضا ما الهدف من وجود هذه المصيرات بشكل عام بحسب مشاهداتك أيضا ما المؤشرات التي تنعكس على وطيرة القصف بتواجد هذه المصيرات أو بعد تواجد هذه المصيرات نعود للحديث عن هذه النقطة وهذه المصيرات هي التي تقوم بعمليات استكشافية من أجل توسيع كل الضربات وربما احتمالية أن تكون هناك عملية برية تقوم بقوات الاحتلال الإسرائيلي والشواهد الموجودة هنا على الجنوب اللبناني هي توسيع العمليات واستهداف أماكن لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يستهدفها هنا في الداخل اللبناني وكذلك يعني عمليات قصف الشوارع والطرقات الرابطة ما بين بلدات وقرى الجنوب اللبناني خاصة بلدات وقرى الصفة الأول وصولا إلى صيدة وصور أو الأماكن الأكثر أمنا في كل هذه الأسناء كل هذه الشواهد والمعطيات ربما تؤشر على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجهز لعملية برية محتملة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة وهذه الضربات ربما تأتي من استطلاعات عديدة تقوم بها هذه المسايرات التي ربما هي اليوم في زيادة استطلاعية واستكشافية لكل بلدات وقرى الجنوب اللبناني مع تواصل مستمر لعمليات قصف الجنوب اللبناني في قطاعتي الثلاث وجميع الأقضية والبلدات التي ما زالت تشهد عمليات عسكرية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي من رميش مصطفى عبد الفتاح مرسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك